طيب أنا خوفي من البوساط الأحمدي بصراحة عشان كنت لسه بقول الجملة دي بالنص كده وإحنا في الفاصل ده حوار السياسيين ومش حوار التنفيذيين حوار السياسة بوساطه أحمدي واسع حصرت الصيف واسع وحلوة وتلم من الحبايب ألف أنا خايف بالبلدي كده القصة تبهو هنا بسأل شامبي مصطفى الخوف من فقدان الزخم ولا؟ لا هو المفروض أن المجلس الأمن هيكون حريص أنه هو الاستفادة من الفرصة التاريخية دي وزي ما كنا بنتكلم هو لازم يكون فيه مخرجات سريعة للرأي العام فورا يعني احنا في النهاية عدنا مش مكلمة عشان ما نضيعش الفرصة احنا جايين هنا ده يعني جايين نخلص كل واحد قضايا جاهزة القضايا اللي شغلها جاهزة هو كان فيه حاجات محضرها المفروض هو دي قضايا تعباية عايز وطيحت لي فرصة أنه هو يكلم الرياسة صلب الدولة المصرية مرة يعني فقضايا جدة أنت هتعرض أمورها هتتعرض على الرئيس أنت جاي بتقول أن أنا ليا رؤى في حاجات عندي رؤية عندي رؤية وشغلاني وأنا المفروض عايزة أوصل لسيادتك أوصل لضلاب عمل الدولة هذه الرؤية فالمفروض أنت جاهز وجاي يتناقش ودي قضايا كبرى على مستوى وطن فهنا ده مش 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 قاعدين في في مكلمة السياسيين على المقهى السياسي ومعانا متسع من الوقت الفروض الناس المختارة ومجلس الأمنة دي ناس منها عمل الدستور قبل كده وناس منها تشريعات على مستوى كبير وفي مراحل حاسمة فأنا شايف أنه هو زي ما كنا بنتكلم قضية الجوالات بتاعة الحوار وأولويات القضايا يعني هو بالنسبة لازم من الأول مش القضايا القضايا الاستراتيجية أولا تطرح اللي هي تتعلق بمستقبل ومصير الدولة المصرية واللي كان بيناقش فيها قضايا اللي شغلة الرأي العام القضايا اللي فيها تخوفات انت متخوف عايز تعرف حاجات ما كانش معاك المعلومات حطها على البساطة يبقى نبدأ بالمهم والكبير يعني ترتيب أجندة أولويات وأولويات وعلى مراحل جوالات وإحنا بالنسبة لها محدش جاي هنا نقعد بقى ونشوه ونقول لأن هنا بالنسبة لها أنت دي أمانة وطني طب يمكن أنا حتى كنت في الفصل بتكلم مع سات نائب طلعة عمديل قوي على مسألة الحوار في وجهة نظري متواضع ما مش حوار بقى أنا من حق أقول مش كده كمواطن بقى فلازم يبقى جوالات يعني لازم يبقى فيه عندي جوالات واضحة لما كنت بكلم من نائبة أميرة صابر على التليفون في بداية الحلقة فقلت لها أميرة في فرصة ذهبية أنه البرلمان خد أجازته النهاردة ويعود للعمل مرة أخرى إن شاء الله في أكتوبر يعني عندنا 13 شهر ف13 شهر هيبقى كل نواب البرلمان إن أرادوا أن يشاركوا في الحوار يقدروا يشاركوا وبالتالي مجلس الأمنة يقدر يخرج أو يطلع مخرجات أول بول بحيث أن تعرض على الرئيس في فترة كافية للإطلاع وده رئيس الدولة فعنده من الملفات بتاعة بلد فيها 105 مليون بني آدم زائد مخرجات الحوار الوطني هي مش منفصلة صحيح على 105 مليون بس هتقرأ لوحدها بعناي وتحال للبرلمان الأمور المتعلقة بتشريع وبتقنين وما إلى ذلك فإحنا عايزين جوالات ثم فترة الراحة ثم جولة تانية فجولة تلتوال إيه آه أنا شايف كده ومش جوالات إن هي مش جوالات مكلمة يعني هي ترتيب أولويات حسب قوة القضايا وأهميتها وحيويتها وتوقيتاتها في حاجات محتاجة سرعة في حاجات الناس كانت عايزة تعرف في عايزة تطمن على حاجات متعلقة بمستقبل البلد يبقى إحنا لما نجي نتكلم نتكلم جد نجيب الحاجات كبيرة ملفاتنا جاهزة نطلع مخرجات وإحنا عايزين نوصل للقيادة السياسية عايزين نوصل للشعب إن هناك نخبة سياسية مسؤولة قادرة على الحوار وقادرة على إخراج مخرجات يمكن الاستفادة منها لأن مرحلة بقى إن هو يتحول السياسي الإعلامي لأ إنت مش جاي إن إنت في النسبة لك تتكلم وتعمل شو إنت المفروض دائم جاهز ملفاتك بتقول أنا بديل أو أنا عندي رؤية تانية لأ يعني عايزين نشوف الجد ده إنت شفت إيه ما شافوش غيرك إنت عايز خايف من إيه هو مش مخوف غيرك عايز توصل رسالة أنا فاهم كويس وعايز أقول حاجة يبقى أنا عايزين نشوف الحاجة دي يبقى أنا في تصوري إن هو الأولويات تكون واضحة ومحددة وحسب قوة القضايا اللي بتطرحه عبر جوالات يجب يخرج مخرج محدد ويظهر الرأي العام ذلك ترجمة نانسي قنقر